استقبل وزير تعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور طهر حجار رئيس جامعة بوخارس للعلوم الفلاحية وعلوم البيطرة ورئيس مجلس مدراء الجامعات الرومانية الدكتور رادي سين بيانو بمقر الوزارة أصفر هذا اللقاء عن قرارات وتدابير تهم الطالب الجامعي التفاصيل في التقرير التالي مئة من حا دراسية لفائدة الطلب الجزائري من مختلف التخصصات كانت نتيجة اللقاء العلمي الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي طهر حجار برئيس جامعة بوخارس للعلوم الفلاحية وعلوم البيطرة وكذا رئيس لمجلس مدراء الجامعات الرومانية الدكتور رادي سين بيانو بمقر الوزارة نحن نحن نقوم بمقر البجارة لعجوزة بين الوزارة وعنى بمعرفة كل مدارة ومعرفة على كل أجل الأنسال الذي أصدقنا بالنسبة لكي أشكري ونفاقنا بأننا في الواقع في القناة أصدقاء بشكل من الواقع التي يوجد أن يكون هناك في المنزل الأجرية والروماية حالياً فيه تعاون بيننا وبين الدولة الرومانية في مجال تعليم العالي والبحث العلمي تتمثل أولاً في منح الرومانيا للجزائر مائة منحة لطلب الاتين سنوياً في جميع التخصصات وأيضاً وجود عشر اتفاقيات بين جامعات جزائرية وجامعات رومانية يتم فيها التبادل بين الأساتذة والطلبة ومشاريع البحث تعزيز العلاقات بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها الرومانية كان محور هذا اللقاء الذي اتوجى بعدة اتفاقيات تصب كلها في سبيل تطوير البحث العلمي مثل هذه التدبير تساهم في تشجيع الطالب على التحصيل العلمي وكذا تعتبر فرصة لتعزيز العلاقة بين الجامعات الجزائرية والأجنبية في سبيل تبادل الخبرات العلمية والتعليمية